بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلام عمليني يا اصدقائي النهاردة انت شايفين جدامكم مكرونة صح؟ يبدو حنعمل النهاردة الكشري الكشري بتاعنا الاصيل المصري فجبت كيسين مكرونة واحدة خواتم واحدة سبكتي وده العتس بجبة لما ما فيش كشري من غير عتس ده لازم العتس فيه ناس بتعملوا من غير عتس بس لا انا ركبت حالتين على النار واحدة للمكرونة واحدة للعتس فلازم الكشري بحط معها العتس بجبة الوقت المية غلط تحت المكرونة حط المكرونة نص سوا وكيد كلكم ممتازين في الكشري بتعملوا حسن مني بكتير فكل واحده طريقته بجبة حطيت المكرونة لخواتم وحطيت لها شوية زيت وبعد كده حط المكرونة بتاعتي والعتس بتاع النار وبعد كده حركب بجبة جنبي الصلسة بجبة والرز بجبة ده ملت تومة دجت كامبس توم كده يعني نص راس كده مثلا التوم بجة غالي فكفاية نص راس وبعد كده خلط الطماطم وحط فيها بالتومة واسيبها بجة مع نفسها بجة النار تستوي لحد ما تستوي بجة حطيت لها بجة شوية سكر وكربوناتو للسلسة عشان حدوكت الصلسة تعملها شوية والعتسة على النار سأقوم بجنبي الزيت ومعلجة ثمنة وحطيت الزيت ومعلجة ثمنة سأقوم بجلبه مثل الرز العادي اللي بنعمله بس في الاخر سأقوم بجبة اول ما لقيه نص سواء سأقوم بجبة في النهاية في الاخر بالشكل ده انا بجة لقيت العتس بتاعي استواء مع ليش لقيت استواء روحت بجة حصفيه وحطه على الرز بعد ما يشرب ميته واروح اقلبه جلبتين واوطي عليها النار ده باكم كعب وانا بجة في الرز بتاع العتس في القشرة سأقوم بجة ثلاثة توم وأقوم بجة في الرز بدي طعم ما اقول لكمش في الرز يعني جربوه يعني بدي له طعم حلو سأقوم بجة وغطي بجة على البتياز بجة واسيبه مع نفس الرز ودي السلسة بتاعتي بتغلي على النار حطيت لها بجة التوابل انا والفلفل وحطي لها باكم كعب برضو بدي تطعيمه والشطة والبصل بجة قطحته جوانح وبحمره في الزيت سهل هو سهل هو يعني مش يعني بس عاكو كتير وحلله بجة وموعينه كتير ده خدت معلاجتين صلصة من اللي عملها وعطلها دلوقت الخل يعني ربع كوباية خل كده وازودها شوية مية وحط بجة الشطة بتحت اللهلبة دجة الشطة دي بالشكل ده بس انا التومة احنا بجة في البيت كلنا ما بحبش التوم دجة التومة ما بنحبهاش بنحب الشطة بس عشان كده معملتش دجة التوم بجة والشطة بجة على حسب بجة بتحبيها مشط شطة بتحبيها فنحبها مشط شطة فنحط كتير شطة كتير فالكشري ما ينفعش ملار شطة بجة لازم اتدجة بتحت الشطة دي هي اللي بتحليه انا بجة حطيت بجة كنت بطي النار على الاخر اول ما استوى رح صفات العتس زي ما قلتلكم هو استوى مني عشان ركبته قبل الرز بفترة فارحت حطاه ووطيت النار على الاخر وصيبه بجة مع نفسه بس انت بجة ايه ما تخليش اول ما نص سوى بعد كده تحطيه في اه في الرز استوى مع الرز بدي تطعيمة حلوة حلوة مع الرز ودي الحاجات بتاعتي كلها بجة خلصت الماكارونة سلكتها والبصل بتاعها حمرته والعاتس بالرز جاهز دلوقت على الغرف بجة الكشري بتاعنا الحلو مفيش حد بجة ما بحبش القشري ده احلى يعني احسن من اي لحمة بصراحة متنسوش بجة تتابعوني واللايك بجة وتشتركوا تعملوا الجرس وتشتركوا في قناتي وممرمر في الصعيد عشان تشوفوا كل جديد في الصعيد واشوفكم بخير بجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة